موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ الحجة الهمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله ونفعنا بعلمه باب الريان للصائمين حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معا قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم أيها السادة الأفاضل لازلنا مع هذه القطوف الدانية من صحيح الإمام البخاري باب الريان للصائمين وفيه حديث أبي هريرة من أنفق زوجين في سبيل الله هذا الحديث الذي رواه السهل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الجنة باب يقال له الريان هذا خاص بالصائمين انظروا إلى هذا الفضل الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصائمين والصائمات غدا يوم القيامة في المحفل وعند الجمع الأعظم وعند الهول الشديد وعند الكرب العظيم عندما يتوق الناس إلى سماع أي شيء من الرحمن مما يطمئنهم يأتي المنادي وينادي أين الصائمون أين الصائمون هذا فضل في هذا الموقف والصائمون هنا المقصود بهم الذين يصومون رمضان بإخلاص وبنية وبتقرب إلى الله عز وجل وأنهم يتركون الشهوة ويتركون الطعام ويتركون اللغوة الحديث ويتركون الفساد ويتركون الجهل ويتركون الرفة كل ما يمكن أن يفسد عنهم لهم صيامهم يتركون ذلك إخلاصا ومحبة في الله عز وجل فيكون صومهم صوما تابتا تباتا يقينيا وهم عند الغروب لهم دعوة مستجابة ولهم رجاء ولهم فرح في أن يتقبل الله منهم ذلك اليوم من الصيام فإذا أقاموا هذا الشهر بما أراده الله سبحانه وتعالى من عباده وأقدموا تلك النية الخالصة والمحبة الخالصة لله وأقدموا له هذا الصيام رجاء لفضله ورجاء لكرمه فإنه يتيبواهم على ذلك ذلك التواب العظيم بأن ينادي عليهم المنادي يوم القيامة أين الصائمون ففي الجنة باب يقال له الريان وفي الجنة تمانية أبواب هذا الباب خاص بالصائمين لا يدخله إلا الصائمون فإذا دخلوا الصائمون أغلق فهو خاص بأولئك الفئة من الناس الذين استحقوا أن يكونوا مخلصين واستحق عملهم أن يكونوا متقبلا من الله عز وجل وفي هذا الحديث الشريف حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ومن أنفق الزوجين في سبيل الله يعني ينادى عليه يوم القيامة هذا العمل الذي قمت به فهو من أعمال الخير ثم يختار فإذا كان من أهل الصلاة دخل من باب الصلاة وإذا كان من أهل الجهاد دخل من باب الجهاد وإذا كان من أهل الصيام دخل من باب الصيام وإذا كان من أهل الصدقة دخل من باب الصدقة إذن فأبواب الجنة هي التمانية كل يدخل من الباب الذي خصه الله به أو عظم فيه ذلك الفعل الذي فعله أكثر من الأفعال الأخرى فمن من يكتر من الصدقات حتى تكون غالبا على أفعاله ومن من يكتر من الصيام حتى يكون غالبا على أفعاله ومن من يكتر من الصلوات ومن النوافل حتى يكون ذلك ومن قيام الليل حتى يكون ذلك سيمة الله عند ربيه فهو يكون من الذين يقومون لربهم سجدا وقياما يبيتون لربهم سجدا وقياما إذن أنفق الزوجين في سبيل الله أي أعطى شيئين مما عنده كأن يكون عنده بقار فينفق بقرتين أو يكون عنده الجمال فينفق جمالين أو يكون عنده المال فينفق درهمين أو مليونين أو مليارين على حسب قدرته وهو ينفق من بدنه وينفق طاعة لربه فهو الذي ينفق والله هو الذي يتقبل ما أنفق إذن فإذا أنفق هذين الزوجين في سبيل الله وأعتبرهما خالصين لوجه الله عز وجل غدا يوم القيامة ينادى عليه حسب تلك النفقة إما أن تكون من صلاة وإما أن تكون من جهاد وإما أن تكون من صيام وإما أن تكون من صلاة إذن فينادى عليه من الباب الذي كان غالبا على فعله فإذا كان من أهل الصوم نودي عليه من باب الريان ودخل من باب الريان كما يدخله الصائم وفي هذا الحديث إشارة طفيفة وجميلة من سيدنا أبي بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله ما على هذا الرجل أن ندخل من هذا الباب ولكن هل هناك رجل يستحق أن ينادى عليه من جميع أبواب الجنة كان يكون أعماله كلها قد تقبلها الله وله الفضل في أن يدخل من أي باب شاء قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وفي سنة سيد المرسلين وأجارني وإياكم من عذابه المهين وغفر لي ولكم ولساء المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة